شكرا علي على الفكرة صدارة المجموعة الثانية السعودية 13 نقطة متقدمة على أستراليا بثلاث نقاط بعدين بجينا اليابان 9 عمان 7 الصين 4 وفيتنام اللي رح تلعب مع السعودية ولا نقطة طبعا الثلاثة تستكمل تصفيات بمواجهة بين المتخب السعودي ونظيره الفيتنامي في العاصمة هانوي دكتور الحسابات يعني بالبداية راب بس هل يؤثر هذا على المتخب؟ إلى تأثير يعني لكن أنا صور بالنسبة للسعودية التأثير ما رح يكون كبير جدا تمام هي عدة سفرات وراح تكون مرهقة لكن علق الفترات طويلة بينها يعني يعني بين اللعبة الأولى والثانية قصيرة لكن بين الثالثة والرابعة طويلة جدا يعني وبالتالي ما رح يصر هذا التأثير الكبير النقطة المهمة أنه أنه تتكيف يعني كيف تتكيف لما تروح قبل فترة يعني لما تروح لا تروح قبل يومين أو ثلاثة لازم تروح قبل أربع خمس أيام يعني حتى علاقة تتكيف الوضعية من نسبة لك يعني واي قضايا يعني أحسن لك أن تروح قبل فترة أول شيء طريق أنه فارق الوقت شوية النوم والأكل والغذاء والتمرين من نفس الوقت تكيف على الوقت تكيف على الجو بنفس الوقت أنا أصور ما رح تأثرها تأثير كبير جدا على السعودية لأنه فريق حقيقي يتمكن وفريق يقدر يعمل الشيء يريده أعمال مصطفى هلأ مش بس السعودية هي منتخب السعودي متعرض لها تقريبا تعرف أن القارة الأسيوية هي أكبر قارة أكبر قارة في العالم لا بس بالمجموعة الأولى إمارات وعراق ولبنان وسوريا لازمين بعض أنت بهالحالة تطلع على كوريا الجنوبية قديش هي البدا تسافر يعني شفت يعني فمثل ما قالوا الدكتور صار في 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 شاءالات في الحياة صار في ما بس أنه المنتخب هو جهاز فقط تدريبي ومدرب وهذا صار صار عندك مثل جهاز متكامل يدخل فيه الجهاز الطبي في عندك إعادة التأهيل في عندك كل هالأمور بتساعد لعمل المساج يعني فصارت في أمور حتى صار في نوع من البيلز بتغير لك يعني منتخب سوريا عم بيطلع إيكونامي وعم بيروح بعمل ترانزيت نحن أنا هون ما عم بعمل فهي حسب كمان أنا ما عم بتعمل هون المقارنة فأنت عم تحكي على منتخب منتخب السعودي عم يسافر بطيارة خاصة عم منتخب عنده كل كل الإمكانيات يعمل البده في شاهيك قال لك الدكتور ممكن ما تكون عم مؤثرة بهالطريق الكبير مثل ما بتأثر مثلا بالمنتخب السوري أو المنتخب اللبناني فكل كل دولة حسب 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 إمكانياته وحسب الظروف اللي عم متواجهة بس كما إذا بك تحكي على الموضوع فأنت عم تحكي أستراليا ولا اليابان ولا كوريا أغلب لعيبتهم عم تلعب بأوروبا فهنا عم يعملوا حتى دبل دبل المسافات وإلى جانب جانب الطاز فبعتقد هي آسيا مثل ما بقولوك قارة غريبة شوي صعبة كتير يعني بأوروبا من أولها لتاليها ساعتين الفرق حتى أحيانا ساعة هوني عندنا نهار كامل رحمة الله